مفيش مستحيل في عالم الزراعة والتقدم المزهل في عالم الزراعة خلى فيه إمكانيات حتى الفك كله لو رايح نحن نقدر نزرع عليه زراعة الأسنان أصبحت بسهولة جداً نحن نقدر نرجع الفك لصورة الطبيعية تاني زي الصورة الطبيعية اللي المفروض يكون عليها علشان الناس تقدر تاكل وتعيش حياتها بشكل طبيعي وكمان يتكلم ويتضحك بشكل طبيعي لو أنا مثلاً عندي مريض كبير سن كبير والعظم ضعيف شويتين عنده أوليم فور مركب أربع زرعات بس في الحالة دي أنا مش هوجهه للبرسلين أو الزركون لين البورسلين أو الزركون تقيل فهيبقى كتير على الأربع زرعات وهيبقى كتير على العظم الكواليتي دي ثري أو دي فور أو العظم الضعيف ده يعني إحنا هنا حطينا الزرعة في المكان الفاضي السنتين على الأجناب مالهمش زن بأنهم ما يشيلوا سنة يعني ما لهمش زن بأنهم يشيلوا سنة زيادة إلا إذا تطرينا لكده واحد ما عندوش عظم ما عندوش يعني ما فيش سبب مقنع أن إحنا نعمل بريتش الأفضل وقت لزراعة الأسنان أثناء الخلق أثناء الخلق أنا خلعت دلوقتي أحط دلوقتي زراعة الأسنان ده أفضل وقت ممكن أعمل فيه زراعة أسنان موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلا بيكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان خليني أحكي لكم حكاية مسيرة جدا ويعني فطياتها تضحية مهمة جدا أنتو عارفين فيه نجم من سلالة العظماء طبعا أكيد سلالة العظماء دي تشمل نجوم كتيرة قوي بس هو واحد منهم محمود حميدة فنان الكبير الأستاذ محمود حميدة ده واحد من سلالة العظماء فنيا وإنسانيا برضو خلينا أقول لكم أنه في فيلم هذا الرجل عشان يتقن الدور قام بخلع أثنانه الأمامية وعمل برض لأكتر من سنة عشان يمثل دور في الفيلم ده اسمه جنة الشياطين دور واحد ميت وانتو شفتوا الفيلم ده ولو أنه ما بيزعش كتير رغم جودت هذا الفيلم سينمائيا بشكل كبير جدا والصورة اللي فيه والأداء والتمثيل والإخراج كمان كان جيد للغاية لكن في الوقت ده ما كانش فيه الإمكانيات بتاعة الكاموفلاج إن هم يضيعوا شكل السنان أو يمكن كان فيه بس هو قصد إنه خليها مور رياليتي يعني خليها واقعية جدا لأنه كان دايماً فتح بقه فتحته كان لها معنى في التوجه بتاع الفيلم لكن السنان دي رجعت تاني بعد كده بفضل علمه مهم جداً اسمه زراعة الأسنان زراعة الأسنان هي اللي برضو ضمنت لهذا الفعل أن يكون له خط رجعة مهم مش معقول هخسر السناني ويعيش بعد كده من غير سنان أو هعمل بقى بريدشو بتاعه وكلام دوت هتبقى خطرة جداً على بقية السنان التانية عشان الزراعة وعلى فكرة الفيلم ده إنتاج قديم يعني من حوالي عشرين سنة أو أكتر الفيلم ده لكن برضو أقول لكم إن الزراعة في السنين الأخيرة تقدمت تقدم بقى مذهل تقدم كبير جداً ومن زمان وهي لها وجود بس في الكام سنة الأخيرة التقدم بقى فعلاً يدعو للإعجاب تعالوا النهاردة نعيش مع يعني عنوان مهم قوي اسمه ما فيش مستحيل في عالم الزراعة والتقدم المذهل في عالم الزراعة هل لا فيه إمكانيات إن إحنا حتى الفك كله لو رايح إن إحنا نقدر نزرع عليه النهاردة حوار ممتع جداً مع ضيفي اللي بيسعدني جداً بأسلوبه العلمي في الشرح والتفصيل وبالتدريجية الجميلة اللي هو خلقها عشان يرفع مستوكو الثقافي سنة في سنة لغاية لما بقيتو تفهموا تفاصيل أوي دقيقة وأنا كمان بقى عندي الشغف إن أنا أعرفها في عالم زراعة الأسنان ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان ماجستير زراعة الأسنان من جامعة القاهرة والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان عضو جامعية العلمية لزراعة الأسنان باللولايات المتحدة الأمريكية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور شفت الفيلم ده ولا؟ الفيلم ده مش مشهور هو فيلم مشهور على مستوى محب السينما لكن ما بيش يعني مش كتير من الناس متفرج عليه أنا في الحقيقة ما شفتهش إنما هي النقطة اللي حددك تكلمت فيها إن نقدر نرجع الأسنان زي ما كانت تاني بفضل زراعة الأسنان في الحقيقة زراعة الأسنان مهمة زي ما حددك قلت في السنوات الأخيرة حصل طفرة كبيرة جدا في زراعة الأسنان خصوصا في الحالات الكبيرة اللي فقدت أسنان كبيرة يمكن الحلقة زي ما حددك أشرت للفك بالكامل في العموم دي حالات بتكون حالات كبيرة جدا ناس فقدة أسنان كتير أو عندها أسنان كتير متهلكة زراعة الأسنان أصبحت بسهولة جدا إن احنا نقدر نرجع الفك لصورة الطبيعية تاني زي الصورة الطبيعية اللي المفروض يكون عليها علشان الناس تقدر تاكل وتعيش حياتها بشكل طبيعي وكمان يتكلم وتضحك بشكل طبيعي إيه المقصود بزراعة فك بالكامل؟ المقصود بزراعة فك بالكامل أنا عندي الفك العلوي أو السفلي في أسنان متهلكة خالص أو ما فيهوش يعني بيشنت جاي أو مريض جاي بدون أي أسنان خالص أو جاي بأسنان متهلكة ما ينفعش إن هي تعمل عليها بريتج أو تتصلح أو يتعمل فيها أي إجراء علاجي فبالتالي بنلجأ لإجراء زراعة الفك بالكامل في مثل هذه الحالات وبتكون خصوصا فيه السن الكبير أو واحد مثلا عامل حادث يعني قدامنا صورة دلوقتي حد أو بيشنت سنه كبير يمكن عنده سبعين سنة هو جاي بأسنان بسيطة جدا فوق يمكن تركيبة قديمة قدام وتركيبة قديمة تحت في الفك السفلي فحالة زي كده اللي ظهر قدامنا على الشاشة هو أسنان متحالكة تماما ما ينفعش فيها إن هي يتعمل لها ريت ريتمينت أو يتعمل لها أي علاج من علاجات الأسنان فبالتالي بنلجأ لزراعة الفك بالكامل الناس فهمة إنه زراعة الفك بالكامل دي أنا همسك كل حتة فيها سنة وزرع مكانها السنة لا زراعة الفك بالكامل ده ممكن يودينا ليه العدد بتاع الزراعات للفك بالكامل وهو إن إحنا واحد فقد جميع أسنانه في الفك تقريباً بيكون أربعتاشر في الفك إحنا أو إتناشر إحنا لما بنعوض بنعوض إتناشر سنة أو أربعتاشر سنة على حسب السن للمريض وعلى حسب حجم الفك بتاعه بينحدد عدد الأسنان اللي هتكون على الفك بس في الأغلب بيكون إتناشر سنة ودرس في الفك بالكامل دول بيتعملوا على عدد زراعات قد إيه؟ بيتعملوا على بيتعملوا على عدد ست زرعات وهو الإعدد الأنسب لزراعة لأسنان يأمة ست زرعات يأمة أربع زرعات العدد الأقل هو أربع زرعات العدد الأنسب للفك خصوصاً في الفك العلوي هو ست زرعات لتحميل عليهم إتناشر سنة ودرسة بعد كتاً عدد الزرعات كامل يا إما أربع زراعات في الفك السفلي ده أقل عدد ينفع من عليه زراعة فك بالكامل أو ست زراعات والستة ده هو العدد الأنسب للفك يعني جاي الأربع لا ست يا أربع يا ست بنحدد الكلام ده على حسب الأشعات المقطعية وعلى حسب كسافة العظم وعلى حسب سن المريض يعني ما يكون سن المريض صغير جاي لمريضة عنده أربعينات أو خمسينات فبنعمله ست زراعات فور لونج تايم أو مريض أكبر شوية كسافة العظم قليلة شوية عندي أنا تمكن الاستراكشر قليلة كتيرة مدايقاني عصب مثلا أو جيوب أمفية فبنضطر أن احنا نعمل الكونسبت أولين فور أو أربع زراعات في الفك يعني حالة زي اللي قدامنا دي معمولة على ست زراعات في اللور أرش أو الفك السفلي معمولة ومعمولة عليها 12 سنة وديرس بعدد ست زراعات ست زراعات بيتم توزيحهم زي ما احنا شايفين كده أربع في المنطقة الأمامية واحدة يمين وراء واحدة شمال بيتم عليهم التحميل النهائي على ست زراعات السؤال دايماً الناس بتسأله كتير هنعمل تحميل أمتى تحميل ده كلمة برضو كتير من الناس مش فاهمها التحميل معلنا أن أعمل تركيبات أمتى على الزراعة وإحنا عندنا في الفك بالكامل خصوصاً بيتم التركيبات فور زراعة الأسناني يعني بنسميها الزراعة الفورية نحنا نعمل تركيبات أثناء زراعة الأسناني ممكن في نفس اليوم أو اليوم التالي على طول بعد مرور 24 ساعة من الزراعة التركيبات اللي بتتحط دي بتكون تركيبات مؤقتة ثابتة على الزراعات بنحطها ليه؟ علشان نبدأ ناكل بيها ونتعاش بيها خلال 3 شهور لما يحصل مرحلة التعزم أو الزراعة تمسك في العظم أو تندمج في العظم بصورة كويسة وبعد كده يتم تغيير التركيبات دي بعد مرور 3 شهور ليه تركيبات نهاية يعني الصورة اللي ظهرة قدامنا دي فك بالكامل للفكين يعني زراعة للفكين الأسنان اللي موجودة متهلكة تماماً بيتم زراعة الأسنان 6 زراعات و6 زراعات وتحميل يعني الصورة اللي فيها تركيبات دي تركيبات مؤقتة ركبة تاني يوم على زراعة الأسنان اللي موجودة بيتم الأكل بيها ويتعاش بيها بصورة طبيعية بعد كده بيتم تبدلها بعد 3 شهور بالتركيبات النهاية التركيبة الفورية نوحها إيه؟ التركيبة الفورية دي برضو نفس القصة حالة فيها تركيبة فورية للفكين التركيبة الفورية اللي ظهرة قدامنا على الشاشة دي اسمها BMMA حاجة زي الفايبر أو البلاستيك بنحطها على زراعات لأنها بيكون وزنها خفيف جداً على الزراعات أثناء الزراعة يعني ما نقدرش نعمل التركيبات النهاية على طول فبنعمل التركيبات دي لأنها خفيفة في ناس كتير بتسأل طب ما حط التركيبات قدامها ركب أحط التركيبات النهاية مرة واحدة لا فيه فرق كبير بين أن حط التركيبات اللي زي دي اللي ظهرة قدامنا في الفيديو ده التركيبات دي تركيبات خفيفة على الزراعات خفيفة جداً وزنها خفيفة ما تتعداش الـ 50 جرام تقريباً فما بيحسش بيها ولا الزراعات بتتأثر بيها كضغط أثناء أول 3 شهور يعني بيأكل بيها بصورة طبيعية بعد كده بيتم تبدلها بعد 3 شهور بالتركيبات النهاية طيب التركيبة النهاية هتخدني لموضوع مهم أو العلم مهم عندكو اسمه علم الماتيريال تمام إيه بقى أفضل أنواع لأنه ناس كتير بتوع تسأل أنا أفضل حاجة ركبها إيه هو إحنا زي ما إحنا قلنا الزراعة بيفضل فيها شوية حاجات بعد يعني التركيبة الأولى دي بـ M&A دي حاجة يعني مش هنشغل دماغنا بها قوي لأن هي بعد كده بيتم تبدلها بعد مرور 3 شهور إنما التركيبات الفاينل اللي بتركب على الزراعة بعد مرحلة التعظم أو التداخل بين الزراعة والعظم الزراعة خلاص سبتت في العظم بعد كده بناخد مقاسات جديدة ونعمل تركيبات يا إما تركيبات زركون يعني بنركب تركيبة زركون على الزراعات ودي تركيبة بتكون نهائية ما بتتشلش تاني خالص زي الصورة اللي ظهرت قدامنا على الشاشة دي دي تركيبة زركون بتفضل سبتة والزركون دي ليها ميزة كبيرة إن هي بتتعمل ديجيتال يعني نقدر نعمل فيها تصميم لشكل الأسنان والمريض يقدر يختار الشكل المناسب لي على السوفت وير أو على الكمبيوتر قبل الزراعة بناخد صور للحالة وبنحدد الصور على السوفت وير أو على الكمبيوتر وبعد كده هو بيختار يعني أسنان شكلها مدور أسنان شكلها مستطيل بيبدأ يختار شكل أسنانه وبنعملها زركون أو بيك أو أي حاجة من اللي بتتعمل ديجيتال النوع التاني اللي منتشر وقد يكون النوع ده نوع اقتصادي لبعض الناس اللي مش قادرة تدفع تكلفة الزركون لإن الزركون أو البيك والتيتانيوم تكلفته غالية شوية ممكن يعمل حاجة اسمها بورسلين البرسلين يمكن أنا ما كنتش بفضله في الفترة الأخيرة على زراعة الأسنان ليه؟ لإن هو بيتعمل بطريقة أدوية منما أصبحنا دلوقتي التكنولوجي طورت في الشهور الأخيرة نحن نقدر نعمل زي ما هيظهر قدامنا على الشاشة بناخد مقاسات بنفس الطريقة الديجيتال ما بناخدش مقاسات فيزيكال وبنبدأ نطبع المقاس ده ريزن أو بنعمله سري دي برينتنج يعني بنقدر نطبعه وطبعه موديل بيتطبع في أدينا وبعد كده الموديل ده بيكبل عليه الشغل الديجيتال وبييجي مرحلة بس بونى البرسلين أو الليرنج بتاع البرسلين في الآخر هو اللي بيتعمل يده فأصبح الأكيروس بتاعته أعلى من الشهور اللي فاتت أول قبل كده فأصبح يدخل معنا لأن البرسلين كان ليه ميزة مهمة جدا أنه هو شكله أو لونه حلو إنما كان مشكلتنا معاه قبل كده أنه هو الأدابتيشن بتاعه أو الفابريكيشن بتاعه بيتعمل يدوي فأصبح دلوقتي بيحل المشكلة وكمان بيحلها من ناحا الاقتصادية جدا أنه هو يقدر يعمل تركيبات برسلين شكلها حلو وفي نفس الوقت اقتصادية جدا عن الزرقو بس الناس من حقها تعرف عن الماتيريال يعني الموضوع بتاع الماتيريال ده أنا شايف أنه الناس لازم تفهموا بشكله أكبر أنا شايف أنه أحاسس أنه يعني يعني مثلا لغبطة بتاعتهم مين أفضل ده ده من حقه هو إحنا دايما بنختار الأفضل على حسب المريض وعلى حسب الحالة يعني ممكن يعني سي يعني ممكن نشرح لحضرك بالتفصيل في حاجة سريعة لو أنا مثلا عندي مريض كبير سن كبير والعظم ضعيف شويتين عنده أوليم فور مراكب أربع زرعات بس في الحالة دي أنا مش هوجهه للبرسلين أو الزركون لأن البورسلين أو الزركون تقيل وزنه تقيل فساعتها هنشرح له ونقوله أن الزركون والبرسلين وزنه تقيل فهيبقى كتير على الأربع زرعات وهيبقى كتير على العظم الكواليتي دي سري أو دي فور أو العظم الضعيف ده فهنوجهه للحاجات الخفيفة واللي بتدي شكل أحسن وهنعوضه بالتركيبات الخفيفة طيب الناس اللي عندها مشكلة في العظم عندها نقص عظم تمام كمية يعني دايما الناس دي بيبقى عندها اعتقاد كمان إنها ما ينفعلهاش سرعة لأ إحنا دلوقتي أصبح خصوصا في زراعة الفك بالكامل واحد عنده جيوب أمفية نازلة كتير ممكن نعمل إجراء زراعة عظم رفع جيوب أمفية ممكن وممكن نحلها بدون رفع جيوب أمفية ونعمل تلتة إمبلانت زي نفس الكونسبت بتاع السوفتوير ونقدر نعمل الحالة بدون رفع جيوب أمفية دي كمشكلة فكة علوي الفك السوفلي كمان لو ما عندهاش عظم كفاية ممكن نشتغل بطريقة الكون فورو نحط أربع زراعات في منطقة الدقن والمنطقة دي هتحل مشكلة العظم الضعيف أو العظم اللي مش كفاية نحن نحط فيه عدد أكبر من الزراعات يمكن الفيديو اللي الظاهر قدامنا ده هو بيشرح رفع الجيوب الأمفية في حالة إن احنا عاوزين نعمل رفع الجيوب الأمفية في حالة إن العظم مش كفاية نحن نعمل فيه زراعات وأصبحت برضو الجيوب الأمفية دي بتاخد وقت أسرع من زمان بالطريقة الجديدة اللي هي أو طريقة البالونينج إن احنا نقدر نرفع الجيوب الأمفية ونحط معها الزراعة في نفس الوقت يمكن الوقت بتاع زراعة العظم مع الجيوب الأمفية ممكن ياخد ثلاث شهور دلوقتي زمان كنا بنستنى ست شهور على ما نعمل رفع الجيوب الأمفية وبعد كده نعمل زراعة أسنان التوقيت الوقت مناسبة ثلاث شهور الوقت هو شيء يقلق الناس يعني في عملية زراعة العظم هو دايما أنا بحب فيه الشغل الحل الأسهل للبيشنت ولي الدكتور وكمان مش الأسهل وخلاص والأسهل وإنه يعيش للونج تايم أو لفترة طويلة فأنا ما بضطرش أعمل زراعة عظم إلا فيه حالات limited جدا جدا بنحل دايما بالحلول العلمية اللي ينفع تتعامل بدون زراعة عظم زي أن احنا نعمل أولم فور في منطقة الدن المنطقة دي بتكون كسيفة جدا بالعظم فنقدر نحط فيها أربع زراعات بدون زراعة عظم المنطقة اللي فوق ممكن نعمل فيها بدون رفع للجيوب الأمفية وهكذا دايما الناس بتسأل أو السؤال الأشعة المقطعية دورها إيه حتى في الزراعة الفك بالكامل ما هو الفك ما الدنيا ضائع ما فيش سنان هنعمل برضو أشعة مقطعية طبعا إحنا في زراعة الأسنان ما فيش حالة ما بتعملش سي بي سي تي أو أشعة مقطعية الأشعة المقطعية دي بنقس من خلالها كسافة العظم كل الكلام اللي احنا قلنا ده ما نعرفش نعمله خالص بدون أشعة مقطعية ليه ما نعرفش نعمله بدون أشعة مقطعية لأننا مش هعرف كسافة العظم إلا بأشعة مقطعية مش هعرف عدد الزراعات اللي حطها أو أماكن الزراعات اللي حطها بدون أشعة مقطعية مش هعرف أعمل أختار نوع الزراع المناسب بدون الأشعة المقطعية حاجات مهمة جدا في زراعة الأسنان ما ينفعش تعمل بدون الأشعة المقطعية ممكن دكتور يقول لي هشتغل بي البانوراميك إكس ري أو المريض جاي مش عايز يعمل أشعة مقطعية عايز ينجز وقته على طول بدون أشعة مقطعية ما ينفعش طبعا لأن فيه بعد ثالث أو عرض العظم ما ينفعش أشوفه على البانوراميك إكس ري أو الأشعات العادية لازم نعمل أشعة مقطعية علشان الحالة تمشي كويس والدنيا تكون ماشية في التجاهة صح إحنا فيه حاجة بتقول لما بنحسن البدء بنحسن الختام يعني إحنا مشينا كويس في البداية خططنا للحالة كويس الحالة هتنتهي بشكل كويس ومغضي يعني طيب جاهز للمحطات التلاتة هنروح للمحطات التلاتة وبعدها الأفلام المسيرة جدا محطة الأولى الأبيض والسود والرماضي المحطة دي عايزة حلقة لوحدها بس هي مهمة جدا التركيبات أفضل بكتير جدا من زراعة أنا ما كالبش على زراعة تفك بالكامل بقى زراعة سنة أو تنيد يقولون أن التركيبات أفضل من الزراعة في هذه الأحوال أبيض والسود والرماضي نا اسويا على طول لأن التركيبات أنا مضطرة أبرد أسنان عشان أعمل تركيبة أو بريتش إحنا ممكن نحافظ عليها بكل بساطة بالإمبلنت بدون ما أجي على الأسنان المجاورة أو السنة اليمين والسنة الشمالية فإذا الزراعة أفضل بكتير من التركيبات طبعا لماذا؟ آه إحنا فاهمين أنه حكاية أنه فيه برد للسنتين لكن لماذا؟ فيه برد للسنتين وكمان أنا أحمل للسنتين لود مش بتاحهم آه إحنا ممكن منزنبهم 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 السنتين اللي على جناب اللي على جناب آه يعني إحنا هنا حطينا الزرعة في المكان الفاضي آه السنتين اللي على الأجناب ملهمش زنب إن هم يشيلوا سنة آآ يعني ملهمش زنب إن هم يشيلوا سنة زيادة إلا إذا طرينا لكده واحد ما عندوش آآ آآ ما عندوش آآ آآ يعني مفيش آآ سبب مقنع إن إحنا نعمل بريتش آه آآ إذا يبقى الزراعة هي في المرتبة الأول المرتبة الأول المحطة التالي جاني مبتهم أمبرين اللي بينكر وجود الأجهزة أو بمعنى آخر ما بيستخدمش الأجهزة الحديثة آآ سيتي آآ نعمل أشعة آآ مش عارف دليل جراحة نعملها بالخبرة آآ راكن الأجهزة يعني في ناس على فكرة ده في كل برانشات الطب رفضة الحداثة بيتميل يعني في شفط الدهون مثلا عندنا في الطب البشري يحبوا الترادشني يكلموا على الفيزر ويقول إذا نقول لك لا هو الطريقة اللي تغلى دي عندكم في أسنان في ناس ما زالت من أصحاب اللي هو إيه القديمة تحلى الكلام ده متهم أو اللي جاني أو اللي بريد؟ والله هو يعني متهم لأنه هو الأجهزة الحديثة مهمة جداً بتساعد الدكتور جداً أنه يوصل للنتائج الكويسة النتائج الممتازة في أسرع وقت وفي أحسن صورة بيوفر على نفسه وقته مجهود كبير جداً مفروض لنفسه وللبيشنت كمان وأنه يدي خدمة أفضل للبيشنت الأجهزة مهمة جداً مع الدكتور الكوليفايد الكويس جداً اللي اتنين مع بعض بيوصلوا له نتيجة كويسة في الأخير المحطة الثالثة المحطة الثالثة دي مهمة قوي أفضل عن التوقيت أفضل وقت للزراعة بعد الخلق لما يخلع زراعة سنة هازرع بعديها يكون بعد ثلاث شهور من الخلق الكلام ده أهم ولا شك ولا يقين هو وهم الأفضل وقت لزراعة الأسنان أثناء الخلق أثناء الخلق أنا خلعت دلوقتي أحط دلوقتي زراعة الأسنان ده أفضل وقت ممكن أعمل فيه زراعة أسنان إلا في حالة واحدة بس لو عندي أكيوت انفلابيشن يعني عندي لو لقدر الله في مشكلة في مكان الخلق عندي صديد دي الحالة الوحيدة لما بفعش أحط فيها زراعة الأسنان دلوقتي ودي بتكون حالات ندرة جدا أستلنا لما يخيف في الصديد واخد مضاد حياوي نورت وشرفت وأبدعت وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الزيارة دائما الجميلة ضيف العزيز واحد من نجوم عالم طب الأسنان ومبدأ دائما في حواره الدكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان ومجلسير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة المؤسس لمريكس رايدن تلزراعة وتجميل الأسنان ووضو جمعية العلمية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة كان ضيفي في واحدة من حلقتنا الممتعة اللي مهم جدا إحنا نفهم الناس اللي فقدوا كل أسنانهم إن الأمل مازال موجود وإن الحياة هتختلف تماما بعد ما يكون عندهم زراع ويكون عندهم فك كامل جميل جدا هيصغروا هيقدروا يأكلوا زي ماهم عايزين يقدروا يعيشوا حياتهم اجتماعيا هفاكرة الموضوع ده بأسر اجتماعين جدا في الناس هيختلف حضورهم الاجتماعي طريقة كلامهم هتختلف وترجع لحالتهم اللي كانوا فيها يمكن أحسن كمان لأنه دايما اللي فقدوا سنانهم كاملا فصلا في سن مبكر شوية أكيد ما كانوش في أحسن حال مع سنانهم طوال عمرهم خليكم مع الناس الحبيب شكرا شكرا